يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط ولا سيام الأوضاع في الأراضي المحتلة تتبعها جلسة مشاورات مغلقة من المتوقع أن تقدم الأمانة العامة إجازة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تشمل الوضع السياسي والإنساني في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر ترجمة نانسي قنقر